بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو الإجابة على سؤال حول العشبة السحرية التي تساعد في الإخصاب وتعالج تأخر الحمل وسنتحدث عن طريقة استخدامها لصحة الرحم والحمل واستخدامها لتنظيم الدورة الشهرية كما هو معروف مدى حساسية وضع تأخر الحمل بالنسبة للزوجين وكذلك وقوعها ضمن العادات والتقاليد والأفكار الشائعة في المجتمع فلابد من وجود حلول تغني عن الحل الطبي من جراحات أو حتى استخدام العقاقير الطبية الكيميائية ويمكننا أن نقول أن الأغلبية العظمى من الأزواج يلجأون إلى استخدام الأعشاب الطبيعية لزيادة الخصوبة أو الطبيض وتسريع الحمل وقد اخترنا هذا الموضوع لعرض كافة التفاصيل عن العشبة السحرية التي تساعدك على الحمل وبلوغ حلم الأمومة بكل سرعة وأمان تام من المتوقع أنك سمعت عن تلك العشبة السحرية والمميزة والتي يمكن أن تجديها بأكثر من أسم حسب البلد التي تباع فيها ولكن الأسم الشائع لها هو أسم عشبة المدينة وكذلك عشبة القشعة ومعروفة جيدا عند العطارين ولها أسماء محلية كثيرة ومن الأسماء أيضا كف مريم شجرة العوار شجرة العفة وفلفل الراهب وأم الجلاجل وغيرها نتمنى أن يزودنا بها حبائبنا مشتركي وزوار القناة في التعليقات وتلك العشبة لها مفعول مميز وسحري حيث تعزز فرص الحمل عند المرأة وتزيد من الطبويض وتلك العشبة السحرية هي عبارة عن عشبة خضراء اللون تكون عبارة عن حبيبات وأغصان قبل الطحن وبعد طحنها تكون بودرة خضراء فاتحة اللون إلى حد ما وتستخدم في علاج المشاكل الآتية تعمل على انتظام العادة الشهرية وتعمل على التنظيف التام للمرأة من الداخل وتعمل على خروج الدم المتجمد الموجود بالمؤخرة والتي يسبب فيما بعد ما يسمى بالعقم كما أنها تعمل على معالجة التكيسات والتلف الموجود بالرحم وتعمل كعلاج لمعظم المشاكل الموجودة بالرحم فهي تعمل على تنظيفه بشكل ممتاز كما يطلق عليها بأنها عشبة الحمل وذلك بسبب أن لها أثر كبير في حمل المرأة بعد إرادة الله عز وجل والآن سنتحدث عن فوائد وطريقة الاستعمال ويمكن للعطار أن يصف لك طريقة تناسب وضعك وحالتك الصحية وبشكل عام سأقدم لكم طريقتان لاستعمالها أولا طريقة استخدام عشبة المدينة لصحة الرحم والحمل أولا تبدأ المرأة استخدام العشبة في أول خمس أيام فقط من نزول الدورة يعني أول ما تبدأ الدورة تبدأ باستخدام هذه العشبة خمس أيام وتأخذ منها ملعقة في الصباح الباكر على الريق ويمكن خلطها مع الحليب ويتناول بعدها مشروب دافئ للحد من مرارتها ويأخذ منها ملعقة صغيرة قبل النوم ويتناول بعدها مشروب دافئ وليس لاستخدام هذه العشبة ما يمنع أو يقلل استعمالها فهي عشبة كأعشاب النعناع والقرفة والمرمية وغيرها لذا تستخدمها المرأة أوقات الدورة الشهرية وتستعملينها على مدار ثلاث دورات متتالية ثانيا طريقة استخدامها لتنظيم الدورة الشهرية أولا لا بد لك أن تتأكد من عدم وجود أي حمل لأخذ الحيطة من ذلك ثانيا قوم بتناولها مرتان يوميا ملعقة صباحا وملعقة مساء وليس لمدة خمس أيام فقط بل لمدة عشرة أيام وتستعملينها على مدار ثلاث دورات متتالية وستلاحظين انضباط الدورة الشهرية لديك بعد ذلك هل هناك أعراض وتحذيرات عند استخدام هذه العشبة السحرية نعم ستلاحظين نزول قطع من الدم أثناء الدورة الشهرية ومن الممكن أن تصل هذه القطع إلى حجم كبير نسبيا فهذا طبيعي جدا ولا تقلقي منه لأنه عم تنظف الرحم حبيبنا إذا أعجبكم هذا الموضوع يمكنكم مساعدة القناة في النمو بالضغط على زر الإعجاب قيم الفيديو واكتب رأيك واقتراحك سأكون سعيد جدا وسيساعد ذلك في تطوير القناة اسألني سؤالا سأكون سعيد جدا بالرد عليك شكرا على وقتك ومتابعتك ودعمك يمكنك أيضا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك على الشبكات الاجتماعية لإعلامهم بمحتوى الفيديو من أحب أن لا ينقطع عمله بعد الموت فلينشر العلم دمتم في حظ الله ورعايته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله